مرحبا بكم في فيديو جديد والذي سيكون عبارة عن تتم للفيديو السابق الذي تكلمنا فيه عن طرق التعامل مع المرأة المتلاعبة وكيف تكسر غرورها هذا الفيديو سوف يكون عبارة عن إجابة على السؤال التالي ما هي أهداف المرأة المتلاعبة من الدخول في علاقة معك ولماذا تقوم بكل تلك السلوكيات المؤذية في علاقتها بك وماذا ستستفيد هذا كله حتى أساعدك في تجنب الوقوع في فخ العلاقات المتلاعبة فإذا كنت مهتما بالموضوع ورأيت أن هذا المحتوى يستحق التشجيع والاستمرار فلا تبخل علينا باشتراك وتفعيل جرس تنبيهات حتى يصلك كل جديد والآن دعونا نبدأ من بين أهداف المرأة المتلاعبة من الدخول في علاقة معك هي رغبتها في الحصول على القوة والسيطرة المرأة المتلاعبة يكون لديها رغبة ملحة في التأثير على قرارات الرجل وقد تسعى بكل جهد إلى التأثير على قراراته وتحكمه في مجالات مختلفة من حياته مثل اتخاذ قرارات مالية أو شخصية مما يعزش شعورها بالقوة والسيطرة كذلك قد تسعى المرأة المتلاعبة إلى فرد سيطرتها من خلال تحديد ما هو مقبول وما هو غير مقبول في علاقتها بك حتى تشعر بأنها في موضع قوة وسيطرة الهدف الثاني الذي يمكن أن يجعل المرأة المتلاعبة تدخل في علاقة معك هي رغبتها في الاستفادة المادية منك أولا يجب أن نتفق أن المرأة المتلاعبة يستحيل أن تحب الرجل لكنها تكون بارعة في تمثيل دور المرأة العاشقة حتى تستطيع التمكن من الرجل الذي تعتبره فريسة تتلاعب به فقط حتى تحقق أهدافها بعد ذلك إن حصلت على ما تريد سوف تختلق الأعذار حتى تتركه أو أنها ستتراجع إلى الوراء إذا لم يخضع لها هذا الرجل وإلى رغباتها فكما قلنا هدفها الثاني هو الحصول على الدعم المالي سواء هدايا أو دعم مالي منتظم فيصبح هذا الرجل كمصدر لمواردها وبمجرد أن تلاحظ أن هذا الرجل لا يلبي لها طلباتها تبدأ باستخدام أسلوب التجاهل والتهديد بالرحيل النقطة الثالثة أو الهدف الثالث الذي يمكن أن يجعل المرأة المتلاعبة تدخل في علاقة معك ويجب الانتباه لهذه النقطة حتى لا تقع في الفخ هي رغبتها في تحقيق الغيرة والانتقام كيف ذلك؟ سوف أشرح لك هذا بالتفصيل يمكن أن تكون هذه المرأة ترغب في دخول علاقة معك فقط من أجل الانتقام من شخص آخر كان في حياتها سابقا أو كي تجعله يغار أو أنها تريد منافسته من خلال الدخول في علاقة جديدة مع رجل آخر حتى تؤكد له قدرتها على جذب الانتباه والاهتمام دون مراعاة لمشاعر الشخص الذي دخلت معه في علاقة جديدة الهدف الرابع الذي يمكن أن يجعل المرأة المتلاعبة تدخل في علاقة معك هي رغبتها في رفع مكانتها الاجتماعية وتسعى إلى تحسين صورتها الاجتماعية من خلال الارتباط برجل دو مكان عالية أو وضع اجتماع بارز هذا بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون لديها نية الاستفادة من علاقاتك الاجتماعية لزيادة وتوسيع علاقاتها والحصول على فرص اجتماعية جديدة وفي الأخير السبب الشائع أو الهدف الذي يمكن أن يجعل المرأة المتلاعبة تدخل في علاقة معك هي رغبتها في التسلية والبحث عن الإطار والترفيه لوقت مؤقت وتكون هذه العلاقة فقط مجرد وسيلة للإشباع العاطفي دون وجود أي نية جادة للاستمرار فيها وفي الختام يجب الإشارة إلى أن هذه الأهداف قد تكون دليلا على التلاعب وقد تختلف دوافع المرأة المتلاعبة من شخص لآخر لذلك فهم هذه الأهداف يمكن أن يساعد في تحديد نوايا المرأة واتخاذ خطوات لحماية صحتك النفسية والعاطفية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أثمنى دعمكم لنا بإعجاب ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وأنا ألقاكم بفيديو قادم ترجمة نانسي قنقر